السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم عاملين ايه يا رب ده ما تكونوا بخير زي ما قرأت في عينينا الفيديو بالزبط النهاردة بازن الله هنتكلم عن الناس البطيخ في المناهج الناس اللي ما تعرفش اي حاجة في المناهج ولكن ولكن قبل ما نبدأ الفيديو زي ما احنا كده بنعمل كل حاجة انتوا عوزينها وكده ونبخين نفسنا في الدراسة يعمل كل حاجة وبنحضر ونصور ومانتج وكل حاجة بنتعب جدا في الفيديوهات ديهات ما تستخسرش بقى اللايك وسبسكرايب وفعل الجرس وكمان شير الفيديو ومانشن اي حد في سنوية عامة علشان ان شاء الله كل الناس اللي وقع في الفترة ديه تستفيد بإذن الله والفيديو يوصل لكل حد محتاجه النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة قوي وهي الناس اللي ما بدأتش في سنوية عامة وعايز انبهك ان اللي هنتكلم عن النهاردة هو مش حاجة عبقرية لا ممكن عادي جدا يكون الكلام ده تقلق بكده ولكن احنا بس بنعمل SAPCE في الكلام بادون اي راغي كتير يلا بن quien نبدأ الفيديو دلوقتي لو أنتك متعرفش اي حاجة في المناهج خالص انت حد اثنين اول حاجة لو أنت بتروح دروس تاني حاجة لو انت مش بتروح دروس اول حاجة بتروح دروس ولكن المدرسين بتواصلك مش قفشين اليك او المدرسين مش غريزين اليك فانت مش بتذاكر او مش بدت يعني مش بتذاكر كويس فwiąقع منك حاجة كتيره جدا او تكاد تكون مش مذاكر حاجة الثاني حاجة لو انت اصلا احبطت بقى وحصل لك ظروف كنت مريض كان عندك ظروف في البيت اي حاجة من الكلام ده واقعدت في البيت بعد ما الحاجة دي حصلت فالتنين مش هيفروق معي كتير قوي هنتكلم عن كل واحد الواحد ولكن مش هتلاقي فرق كبير قوي في الكلام فهركز معي كويس وخليك لحد اخر الفيديو عشان تستفيد من كل كلمة هنقولها بإذن الله اول نوع من الناس اللي هي الناس اللي قعدت من الدروس لظروف معينة سواء كان مريض او سواء كان حصل له ظروف في البيت او سواء كان اي حاجة حصلت المهم قعد من الدروس ما بقاش يروح الدروس الناس دي تعمليه ويركز في الكلام قوي قدامك حلين وهقولك انهون انا شايفه افضل ولكن الافضل ده ممكن يكون مكلف شوية فلو انت مش متاح بالنسبة لك خليك في التاني اول حل هو الحل اللي هو مش الافضل بالنسبة لي انك ترجع الدروس بتاعتك تاني طبيعي زي ما كنت بتروح قبل كده يعني مثلا انت كنت بتروح كل الدروس تمام في كل مادة درس واحد وكنت بتروح مثلا وقعدت بقالك شهر او شهرين هترجع دلوقتي دلوقتي لو انت عندك درس النهاردة يوم ما بتشوف الفيديو ده ترجع الدروس بتاعتك هترجع الدروس بتاعتك وتنتظم فيها طيب ايه الغرض من الكلام دوت دلوقتي مش بقولك ازاي تلم اللي فاتك او ازاي تذكر اللي فات لا انا بقولك ترجع الدروس بتاعتك علشان تذكر الجديد اول باول ما توقعش حاجة جديدة خالص تمام اول حاجة لازم تعملها هو انك تنتظم في الجديد تفهم الجديد تذكر الجديد فكك من كل اللي ورا فكك منه خالص 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 ان شاء الله بإذن الله هنعرف ازاي هنلمه مع بعض كله مش هنزيب منه ايه حاجة ولو فاتك منه حاجة فانت هترجع لها في اخر السنة في المراجعة تمام فاهم حاجة دلوقتي لازم الاولوية للجديد زي ما قلت في الفيديو اللي فات هترجع دروسك علشان تذاكر الجديد اول باول وما تسيبش اي فتفوتة في الجديد ده الحل الاول الحل التاني باول انا شايفه افضل انك تاخد دروس خصوصية ولكن برضو في ناس ممكن ما تبقاش عندها القدرة انها تاخد دروس خصوصية فلو مش قادر تاخد دروس خصوصية تمام ارجع دروسك عادي جدا وذاكر الجديد اول باول وطبعا طبعا سواء رجعت الدرس بتاعك او خط دروس خصوصية فانت ما ينفعش تضيع اي وقت خالص 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 لو انت عايز ترم اللي فاتك في الفترة اللي فاتت يعني مثلا ما تقفش مع صحابك في الشارع ما تتكلمش في التليفون كتير ما تفتحش التليفون كتير ما تقعدش على السوشيال ميديا كتير ما تتفرجش على تلفزيون كتير حاول تشيل الحاجات اللي بتلهيك عن المذاكرة علشان تقدر تزاكر الجديد وتقدر تراجع القديم ده يحتاج منك مجهود جامد جدا جدا بس ان شاء الله ازن الله هتلحق بس يحتاج منك مجهود برضو مهولفات ده برضو مش شوية وبرضو مش صعب انك تلمه فانت هتلمه ولكن انت محتاج تبزي المجهود جامد فانو تزاكر الجديد وتلم القديم اجتهد انتظم اجتزم بالجداول اللي انت هتحطها لنفسك فكده اتكلمني عن اول نقطة لو انت مبتاخدش دروس اول حاجة اما انك ترجع الدروس اللي كنت تاخدها في الاول تاني حاجة اما انك تروح دروس خصوصية لو انت قادر ماديا مش قادر ماديا روح الدروس العادية اللي انت قدت بتروحها في الاول بهدف انك تذاكر الجديد وما تركبش حاجة كفاءة القديم اللي متراكم عليك طيب تاني حاجة بقى لو انت اصلا بتروح دروس مش قاعد بالدروس لو انت بتروح دروس بقى تعمليه اول حاجة تنتظم في الدروس انت اصلا الخيبة اللي حصلت لك الفترة اللي فاتت اكيد 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 علشان انت ما كنتش منتظم في الدروس ما ذاكرتش حاجة في الفترة اللي فاتت علشان انت ما انتظمتش في الدروس بتغيب من الدروس مش بتذاكر كواهيس للدروس بتذاكر بس مش بتتكمه ذاكرتك بتغيب من الدروس بتخرج كتير بتعمل حاجات ما لهاش لازمة كتير فاول حاجة انتظم في الدروس لما انت بتروح الدرس انتظم في الدرس ما تغيبش منه خالص. تاني حاجة زاكر اول باول. احنا متفين مع بعض ان انت واقع منك حاجات كتيهرة جدا في الفترة اللي فاتت فعوزين نلمها. فبالتالي ما ينفعش اقول لك ازاي ترمي اللي فاتك من غير ما تكون بتزاكر الجديد اول باول وبتزاكره كويس. فاتك حاجات قد كده. لو انت بتسمي الجديد فكل شوية هيزيده 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 والحد ما تيتحاهمش خلاص كده السنة ضعت منك. فانتظم في الدروس زاكر الجديد اول باول. حل الواجب اللي الاستوز بيدوه لك اول باول وما تزودش لو ادك صفحتين حل الصفحتين وخلاص على كده وادومتم. كده ان شاء الله بازن الله لو مشيت على الخطوات دي هتلاقي نفسك بتزاكر الجديد تمام التمام. ما فيش اي حاجات تقع منك من الجديد. القديم مش بيتحط عليه او مش بيتضاف عليه لوت زيادة من الجديد. تمام? ده كده اول جزء من الفيديو اللي هو ازاي عرفنا نلم الجديد اول باول. تعالوا بقى معلمين كده. الحاجة اللي انت داخل الفيديو عشانها. وهي ازاي بقى تراجع اللي فاتك. ازاي بقى تراجع الحاجات اللي وقعة منك او ازاي تذاكرها اصلا لو انت ما ترفش اي حاجة في البدنجان في الفترة اللي فاتت. بداة كده هات ورقة وقلم وتعالى كتب معي عشان هنعمل الحزبة بسيطة كده. هتساعدك جدا جدا ان شاء الله في الفترة الجاية. جبت شهر اثناشر في اخر شهر اثناشر. وقت ما تشوف الفيديو دوت. اول حاجة لازم تحسب فضلك كم شهر على السنوات العامة. ما احنا مش هنزاكر عشوائي مش هفتح الكتاب وزاكر وخلاص. مش هلم كتب قد كده وحطها على المكتب وكل يوم ازاكر شوائي وخلاص عشوائي كده. لا ما انت ممكن مثلا انت تزاكر شوائي صغرين جدا. والسنة تخلص ما تلمش حادة. فلازم تحسب انت هتزاكر الفضلك دهو في وقت قد ايه. يبقى اول حاجة تعملها لازم تشوف فضلك كم شهر في السنوات العامة. تاني حاجة. هتشوف الاهم. هتشوف الاهم. يعني مثلا واقع منك في الكيميا الباب الاول والباب التاني. فانت هتسأل المدرس يا مستر انا عندي البابين دول انا عاوز ازاكرهم. انه باب اهم. هو طبعا كله مهم. ولكن انه باب اهم. في مهم وفي الاهم. انه باب بيجي في شهر فضل في السنوات العامة. تاني حاجة تحدد الابواب الاهم. تالت حاجة تشوف كل شابطر بياخد منك كم ساعة مذاكرة. يعني ايه الكلام ده? يعني مثلا انواع مني شابطرين فين في الكيميا. كل شابطر مثلا سيء اربع دروس. حلو الكلام? انا مثلا مذاكرتي في الى في الكيميا شوية وبذاكر الدرس في تلات ساعات. ده رقم حلو جدا يعني. يبقى الوحدة مثلا فيها اربع دروس. يبقى مثلا الباب في اتناشر ساعة يعني اقول خمستاشر ساعة. خمستاشر ساعة مذاكرة. كده اتبقى خمستاشر ساعة. يبقى انا هيحدد لكل شابطر خمستاشر ساعة. ليه بيعمل الكلام ده? هقولك دلوقتي وهقولك مثال ان يحسب حزبة بسيطة سوا وهتعرف انا بقولك الكلام ده ليه. فاول حاجة حدد كم شابطر فضلك في كل مادة. تاني حاجة حدد الشباتر الاهم في الاهم. تلات حاجة شوف كل شابطر بياخد منك كم ساعة مذاكرة. يعني رينج مش شرط بالدقة يعني ولكن رينج كده تمام? رابح حاجة واقع منك كم شابطر في المادة. طيب تعال بقى افسر لك انا ليه بقولك الحاجات دي. فرضا انا محمد في سنوية عامة وفضلي على الامتحانات خمس شهور تمام? هجب كده ورقة فاضية وانت برضو هتو ورقة فاضية واحسب معي خمس شهور. الخمس شهور ده همت كل شهر تلاتين يوم يبقى انا فضلي على الامتحانات كام مية وخمسين يوم. حلو الكلام مية وخمسين يوم على الامتحانات السنوية العامة. اكيد يعني انش هتقول لي ذكر في المية وخمسين يوم. مية وخمسين يوم دول مش فاضيين. انا باخد دروس وبذكر جديد. عارف. اتقل بس وهتسمع لقول. اولا هتشوف عندك في الاسبوع فاضي كام يوم. يعني مثلا سي لو في الاسبوع فاضي يومين ونص. او يومين يا عم. حلوين جدا جدا جدا. اليوم فيه اربعة عشرين ساعة. هتنام تمن ساعات يبقى لك ستاشر ساعة. ضيع مسلا اربعة خمس ست ساعات يبقى لك في اليوم عشر ساعات. انت بتكتب معي صح? يبقى لك في اليوم عشر ساعات. معك يومين فاضيين في الاسبوع. يبقى في الاسبوع عشرين ساعة. دلو عندك يومين فاضيين. وكل يوم فيه عشر ساعات مذاكرة. طبعا عشر ساعات مذاكرة بالنسبة لحد عايز يلم كل اللي فاته. ده انت كده عندك في الاسبوع 20 ساع فضيل حلو الكلام طيب يبقى انت عندك في الشهر كم ساعة Everything in March how many hours for 80hrpower? تمام يبقى انت عندك في الخمس شهر كم ساعة مذاكرة 80 في الخمسه يساوي 400 ساعة مذاكرة يومين في الاسبوع بس كل يوم 10 ساعات يبقى لك في الوقت اللي فاضي في سنوية عامة 400 ساعة مذاكرة طيب تعالى بقي نشوف هنعمل ايى بقى ال 400 ساعة مذاكرة اقلب الصفحة مثلاً انا عندي عربي Gross обязательно furnace Kihi مثلاً خمس مواد كل مادي واقع مني فيها بابين ناخد مثلاً الكيمية انا قلتالك لسه من شوية الكيمية نحط للباب 15 ساعة مذاكرة واقع مني بابين كيمي catalyst او 4 الباب 15 ساعة يبقى انا عندي 45 ساعة مذاكرة kimiya 45 ساعة مذاكرة kimiya وطلبك حSI لمكت كل ا Mei وخط بالك انا بذاكرة جديدة احنا بنتكلم في الوقت الفاضي الي لوه وهي طوالو أسبوع يومين 45 ساعة مذاكرة kimiya همت هكون خلصت كل اللي فاتني. لو مثلا ثلاث ابواب هكون خلصتهم كلهم. وكمان هزاكر الجديد ايما انا كده كمية خلصتها كلها. طيب تعال بقى مثلا العرب يقع مني مثلا ثلاث وحدات. الوحدة مثلا في العربي تاخد عشر ساعات. سي. يبقى انا محتاج في العربي تلاتين ساعة. طيب التلاتين ساعة ده همت هحطهم بعد الخمسة واربعين ساعة. وهكذا مثلا انجليز مثلا اربعين ساعة هحطهم بعد التلاتين. آآ أنا فيزياء مثلاً 50 ساعة يدخلهم بعد ال RB 60 ثم فيلم يدخل المشروع البواهر قوتي من 10 ساعات سأجمع مثلاً 1 2 3 4 5 45 35 75 40 115 50 155 10 165 حية مواد كلها كلها كل مدى أكتر من 30 أو بربعين ساعات سيبقى لك ساعات كيميك أنا معي 400 ساعات لو إضعت كل مدى 40 ساعات 40 ساعات ستخلص كل المواد يعني انت بتخيل فانك تحسب فاضلك قد اف سنوية عامة دي حاجة مهمة جدا 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 وتحسب عدد الساعات اللي فضلها لك وتحسب الحاجات اللي وقعة منك وتحسب كل حاجات اخد منك مذاكرة قد ايه بالرنجة طبعا مش بالدقة زي ما قلتلك هتعرف تلم وكل اللي فاتك ان شاء الله ولسه الوقت كبير جدا 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 زي ما بقولك انت لو فاضلك خمس شهور فانت قدامك ربعمائة ساعة مينما ما بتعملش فهم حاجة فضين خالص اللي هو يومين في الاسبوع لو انت شخص طبيعي بتروح لدرس واحد بتذاكر اول باول في الدروس فملاخص للفيديو زاكر اول باول انتظم في دروسك زاكر الجديد اول باول حل على الجديد اللي بتاخده بعد كده هتشوف فاضلك قدية على الانتحانات وهتشوف فاضلك كام شابتر في كل مادة هتشوف كل شابتر ياخد منك قد ايه هتشوف الاقام الفاضي عندك في الاسبوع هتشوف هتقدر تذاكر كام ساعة في الليوم الفاضي دوت مثلا 10 ساعات هتحسب عدد الساعات المتباقية من دلوقتي لحد الانتحانات وهتحسب كل مادة تاخد منك كم ساعة وبإذن الله عدد الساعات المتباقية لحد الانتحانات هتكافي معك كل مواد مراجعة ومذاكرة جديدة أول بأول كمان وأتمنى الحزبة اللي انت عملتها لا تضيعش منك أبدا وتخلى دائما كده جنبك على المكتب أو جنبك على قدر مثلا وكلما تحاول تكسل كده تبصر الحزب دي تقول بس أنا فضيلة 400 ساعة وأنا عندي في كل مادة كذا يبقى أنا يدوبك هل حق أخلص وحبزة بقى لو خلصت مثلا لوراك مثلا في 100 ساعة مثلا وبقى لك 300 ساعة هتراجع فيه من مناهج 3-4 مرات كمان وده الوقت الأمثل إنك تراجع فيه اللي فيتك وتلمي فيه اللي فيتك بعد كده كلما لوقتي يقرب أكتر عدد الساعات اللي باقي احنا كنا نبقى دلوقتي مثلا 400 ساعة كمان شهر مثلا يبقوا 300 ساعة بس كمان شهرين يبقوا 200 ساعة بس فاهمني فدلوقتي كلما تبدأ بدري كلما تلاقي عدد الساعات أكتر وكلما تلحق تلمي اللي فاتك أكتر وأكتر وأكتر وبس كده ده اللي كنا عوزين نقوله النهاردة وتمنى كده شوفوا الفكرة دي بتفرق مع الناس وإن شاء الله بإذن الله تفرق معك جدا جدا لو طبقتها وإنت حد ما تعرفش أي حاجة في سنة وعامة بإذن الله بإذن الله هتفرق معك جدا جدا وتشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي أنا بحبيكم في الله سلام عليكم